من ميناء الحديدة إلى مطار صنعاء هي المسافة التي تتحرك فيها الأمم المتحدة بحثا عن حلول لا يبدو أنها متاحة للأزمة والحرب في اليمن أنهى المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ زيارة إلى الرياض التقى خلالها الرئيس هادي ونائبه وأمين عام مجلس التعاون الخليجي ومسؤولين وسياسيين ودبلوماسيين تركز اهتمام المبعوث الخاص حول مقترحه بشأن ميناء الحديدة الذي يراه خطوة أولى من خطة عمل تضمن التوصل إلى حل شامل للنزاع وحث الأطراف على ضرورة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي للحد من المعاناة الإنسانية ودفع الرواتب وتأمين المساعدات الأساسية للشعب اليمني كما جاء في بيان صادر عن مكلابه لم يتمكن المبعوث الأممي من زيارة صنعاء التي زارتها رئيسة بعتة الاتحاد الأوروبي مؤخرا عبر مطار صنعاء لأن الانقلابين يرفضون حتى الآن بحث موضوع الحديدة معه ويبقونها تحديا آخر أمام جهود إحياء السلام إثارة موضوع مطار صنعاء جاء إثر تصريحات لمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن البريطاني جيمي مكغولدريك الذي ربط بين استمرار إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية وبين تفاقم الوضع الإنساني في البلاد ضغط يرى المراقبون بأنه يصرف جهد الأمم المتحدة برمته لمقاربة حلول جزئية للحرب التي تعصف بالبلاد وتتجنب البحث في العوامل التي تبقي هذه الحرب قائمة حتى الآن الحكومة وعلى لسان وزير الخارجية عبد الملك المخلافي شددت على أن الحل الأمثل لمطار صنعاء هو تركه لموظفي الدولة الشرعيين ليبدأ النقاش بعد ذلك عبر الأمم المتحدة حول إدارته إذا كانت الميليشيا حريصة على المواطنين حقا التحالف العربي اقترح إدارة أممية لمطار صنعاء وفقا لما أفاد به المتحدث باسمه العقيد تركي المالكي على نحو يكرر طرحا سابقا للتحالف بشأن الحديدة والذي سرعان ما تحول إلى آلية أممية يتركز معظم النقاش الحالي حول تطبيقها لا يبدو أن حلا يلح في الأفق لا بصيغته الشاملة ولا بصيغته الجزئية والتي يبدو أنها تسعت هذه المرة لتشمل مطار صنعاء إلى جانب ميناء الحديدة